استضاف بنكو الكويت المركزي ورشة عمل بعنوان تبادل الخبرات وجارب في مجال بناء واستخدام النماذج الاقتصادية وتطبيقاتها بتنظيم من مكتب هيئة الشؤون الاقتصادية والتلموية بالأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المزيد من التفاصيل في سياق التقرير الآتي تبادل الخبرات وتجارب في مجال بناء واستخدام نماذج الاقتصادية وتطبيقاتها كان العنوان الرئيسي لورشة العمل التي أقيمت بالتنصيق ما بين بنك الكويت المركزي وبين هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية تأكيدا على استمرار التنصيق والتعاون بين الجهات الحكومية الخليجية في مجال النمذجة الاقتصادية لتعزيز التكامل بين دول المجلس لدينا تطلعات في بنك الكويت المركزي لتطوير هذا النموذج في ضوء الخصائص الهيكلية للاقتصاد وهيكل الأصلاحات الاقتصادية والسياسات الاقتصادية وأهدافها وفي ضوء خاصية الاقتصاد الكويتي كاقتصاد منفتح على العالم الخارجي ويتأثر بشكل مباشر بالتطورات الدولية وبصفة خاصة العوامل التي تؤثر في أسعار النفط والإرادات النفطية فإن هذه المتغيرات سيتم أخذها بالحسبان في تطوير النموذج الوشرة يشارك فيها العديد من الجهات الحكومية الخليجية منها وزارات المالية ومؤسسات النقد والبنوك المركزية إضافة إلى المجلس النقدي الخارجي والتي تقدم جميعها أوراق عمل حول تجاربها في مجال بناء واستخدام النماذج الاقتصادية الحقيقة هذه ليست أول ورشة عمل على الأقل التنظم من قبل بنك الكويت المركزي في أدد ورشة عمل تم تنظيمها بالتنسيق أو بالمشاركة مع بنك الكويت المركزي هذه الورشة العامية كبيرة لأنه جهود كثير من الدول للمجلس الآن في موضوع النماذج الاقتصادية في موضوع بناء النماذج الاقتصادية التي تساعدها في موضوع السياسات الاقتصادية وفي موضوع إجراء بعض التنبؤات الاقتصادية الهدف الحقيقي من هذه الورشة أن تبادل خبرات بين الجهات المشاركة هذه الورشة سيكون لها كبير الأثر في تعزيز مواصلة البحث في مجال النمذجة وتنوع أساليبها لمواكبة العصر الذي يسوده اقتصاد سريع متطور ديمد حتى التلفزيون دولة الكويت